السلام عليكم طلابي الأعزاء شكرا لك أن تتحدث مع غوغل كلاسروم أعلم أن هناك بعض المساعدات التي تحدثت بعض منكم لكن التعامل أو التعامل هذه المساعدة هو واحد من الأشياء المساعدة التي يمكنك أن تفعل أعتقد ذلك أتشكر طلابي الأعزاء الذين قاموا بتغلب على المشكلات الإلكترونية التي واجهتهم في درسنا الأول الذي شرحناه إلكترونيا وهذا فقط واحد من الميز التي يتمتع فيها طلابنا حقيقة في المساعدة الثانية سأقوم بإنشاء الله أقوم بإنشاء الله أقوم بإنشاء الله أقوم بإنشاء الله الذين يتعاملوني بإنشاء الله أعتقد أنهم كإنشاء الله وأصبح لأقوم بإنشاء الله ويجعلون أم لاحب لأم لاحب لكل هؤلاء اللي شاركوني المرة القادمة في أعمالهم عبر غوغل كلاسروم and more I'll start my lesson talking about them and sharing their names with you and with our headmaster or our supervisors إنشاء الله هنشارك أسماءهم على صفحتنا ونشكرهم كل اللي حيتابعوا معنا هذا الموضوع Okay, now let's start our new lesson أنا درس جديد it is about the same thing period كما تعلمون في الساعة الأولى نتحدث عن المفردات الجديدة في الدرس الأول تكلمنا عن المفردات الجديدة وكما تذكير وكما تذكير، دعونا نتحدث عن المفردات الجديدة لذلك، ماذا عن تذكيرها معاً؟ دعونا نتحدث عن المفردات الجديدة سوف نتحدث عن المفردات الجديدة وكما تذكير، دعونا نتحدث عن المفردات الجديدة مثال تجد تجد تحديث مجموعة مجموعة راديو تفكر حسنا لقد تحتاج لكم لتعرفة دي بلوك على الانتقال نحن نظره جامده نظره ممتازه على الحوار التالي نجد أن نستمع الانتقال 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 لكن احتاج شيئا منكم عندما تجد الانتقال 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 الذي تتعلم الذي تتعلم إذا انت بتصادف أي مفرد من المفردات اللي احنا لسه تعلمناهم اكتبها اكتبها و ننبغت و رقمها فلنفترض أنه أنا و أنا بسمع أول كلمة صدفتني مثلاً history هاي كلمة جديدة وبعدين و أنا بسمع الدرس واجهتها في الديالوج خلنا نفترض مثلاً هاي كلمة هاي كلمة هاي كلمة كلمة من الكلمات الجديدة اللي احنا اتعلمناهم مش هيك طيب بتروح انتش بتسوي يا استاذ بتروح بتكتب عدفترك رقم واحد history تمام؟ الان لو تظهر كلمة ثانية جديدة نكتب رقم اثنين الكلمة الجديدة هذا الواجب راح ان شاء الله احط له عنوان في صفحتنا جوجل كلاسروم بتكتب واجبك بهذا الشكل بتصوره وبترفعه جوجل كلاسروم وبتوريني اياه اوكي؟ اجريد هل نحن في المتفقين؟ هل نحن في المتفقين؟ متفقين؟ اجريد؟ اوكي لنذهب و تسمع الديالوج خلنا نسمع الحوار اللي بدور بين من الطلاب و مبين الأستاذ حسنا لنذهب المتفقين يتعلم عن التكنولوجيا الناس تستخدم التكنولوجيا لتغيير العالم هل يمكنك أن تضعني بعض المثالات؟ المتفقين المتفقين لديهم المتفقين جدًا هذا هو ممتفقين جيد شكرا هل نحن في المتفقين؟ ماذا حدث لنحن في المتفقين؟ ما حدث لنحن في مختلف ما نحن؟ ماذا حدث لنحن في المتفقين؟ ماذا حدث لنحن في المتفقين؟ ماذا حدث لنحن في المتفقين؟ ماذا يمكنك أن تخبرنا؟ سليم؟ أم 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 أسلم قال أنها ستجدون أن هناك أشخاص على الناس ماذا حدث؟ من أتقنصه لأم أم أم سليم؟ شكرا شكرا دعنا أقرأ الناس لديوا علاقة عن التكتنولوجيا الناس تستخدم التكتنولوجيا لتغيير العالم هل يمكنك أن أعطي أمريكي؟ موبيلات موبيلات لديهم التكتنولوجيا جميلة هذا نعم جيد شكرا الآن دعونا نتكلم عن نفسنا ما حدث لتغيير ما نفعل؟ راديو والتجارة هي مهمة للتكتنولوجيا جيدا ولكن دعونا نتكلم عن التكتنولوجيا هل أفرقين؟ سأرى نظر مباشرة لتغيير العامة هل تغيير العامة من الجزء إلى المعارضة؟ تبعا صحيح هل كانوا مباشرة للتغيير عامة لله كانت محطة. كانت محطة أكثر من 4.000 عاما. اليوم، نعمل محطة محطة لتفعل المشكلة. الآن، نحن نفكر في المدينة. ما تفعل التكنولوجيا لتغيير المدينة؟ ما يمكنك أن تخبرنا، سليم؟ أبي محطة. يقول أننا سنجد أن هناك أشخاص في المدينة الأخرى. حقا؟ من أجل مع أبي سليم؟ شكرا الآن، بعض المفردات التي سبق لكم أن تعلمتمها، متوائل مجدد إلى النفات. فقط نحتاج أن ندكركم بهذه المفردات. كما تعلمون، كلمة الوصد . كلمة الوصد . شو معناها؟ ما هي تفقى الوصده؟ نعم، شكرا، إن تعلم . إن تعلم على النفات . هي بتعني؟ المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة الآن دعونا إلى المترجم للقناة المترجم للقناة هل يمكنك أن أخبرني أيضاً؟ كما تعلمين المترجم للقناة المترجم للقناة كما تعلم و let's highlight the word communication communication means communication means التواصل communication means التواصل Okay let's move That's a good example Thank you Heba Now let's think about our history ماذا حدث ؟ لن نقوم بمعنى فعل 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 حدث 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 مرحل اتفاق مهم 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 حدث لن اخبر هذه مهمة حدث يظهر مهمة واك هذا يعني أفكار يعني أفكار أفكار لقد رأيت مجموعة التواصل عن الإنسانة إيجيبت يتحرك الواء من الغراء إلى المنزل هذا صحيح لديهم مجموعة لتحرك الواء هو للمنزل هناك العمل يجب أكثر من 4.000 ينفق اليوم سوف نستخدم باهم كما نقوم بتعمل ذلك نفس العمل إذن لاتfikار ماذا أفعل للتعليم ماذا يخبرنا لإغلاق المنزل ماذا يمكنك تعلمنا أبدا هو سيانتست بمعنى عالم عالم يقول أنه سنجد أن هناك أشخاص في أشخاص أشخاص ليه كواكب حقا من أجل يوافق مع والدي سليم شكرا الآن لدينا بعض أجلسات أو أجلسات نستخدم بعض في حياتنا اليومية حتى في عربك واحد من هذه أجلسات أنه أجلسات 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 هناك جدال بينك وبين صديقك على مثلا أنه هل دير البلح تشتهر بزراعة مثلا الحمضيات فإذا زميلك بيقول لا ما بتشتهرش بزراعة الحمضيات وبيقول زميلك إنها تشتهر بزراعة البلح والدليل أنها اسمها دير البلح وخذ عندك مثال جارنا محمود بيزرع خمسة أشجار في بيته من النخيل فصديقك حيقول That's a good example هذا مثال ممتاز مثال ممتاز أو let's suppose that you want to go to a journey or a trip with your friends أنت بدك تروح رحلة مع أصدقاك and you just ask them to come to your home to discuss this issue بعثت لأصدقاك تعالوا ع بيتي وإحنا نناقش موضوع إنه نطلع على رحلة جديدة على رحلة فبيقترح عليكم الزميل وبتوافقوا على الرحلة والآن بيقترح عليكم وين تكون الرحلة فبيسألكم Any ideas Any ideas في عنا أفكار حوالين هاي رحلة كيف ننظمها وين مكانها شون وكل نشرب فيها كيف هيكون مصروفات يتدفع فيها لو مثلا المثال الثالث Let's suppose that you and your friend have a discussion عندكم بتتناقشوا في موضوع وبعدين زميلك مثلا اقتنع برأيك فبقال لك That's right هذا صحيح أو لو زميلك سألك Let's suppose that your friend ask you a question and you answer it right and he would say That's right That's a good example هذا مثال جيد Any ideas هل من أفكار That's right That's a good example Any ideas That's right That's right هذا صحيح Now let's move to the next slides The next page الصفحة التالية الآن أرجو منك على الورقة اللي أنا سلم تكيها كل طالب استلم مني ورقة I gave everybody of you every student of you a paper and I need you now to bring the paper in front of you and listen to the following recorder اسمع لالتسجيل التالي Write the number of the word Arrange the word Arrange the word According to the presence of the word اكتب لي الكلمات بأرقام حق أرقام فوق الكلمات حسب ما بتسمعها من ظهورها هذا مثال الأول مفردتين I'll give you an example for the first two words يعني هنجي نفتح التسجيل history الان صارت عندي history الاولى civilization اتنين وانت حتكمل يعني انت حتيجي ها you حقال history رقم واحد هتروح تسجيل التقلمك وتكتب تكتب فوق الورقة اللي أنا أعطتك إياها تكتب upper the word that you هتكتب هان ايش one تمام هاي واحد this is one of the challenges حتيجي فوق civilization وتكتب رقم اثنين first خلوني أتأسف على الدوشة اللي حوالي يعني أنا يعني غصبين عني أنا في مكان يعني تسجيل مضطر انه يكون في هاي الدوشة this is one of the challenges that we face not corona pandemic only is the challenge but also lack of intranet lack of electricity lack of quiet فقدان الهدوء فقدان الانترنت فقدان الكهرباء all of it are an example of or an example of challenges that we may face فعلا هي تحديات احنا بللقيها في حياتنا فانا بتأسف على هذه الدوشة اللي أنا حوالينا الفيديو طيب انتهاء هتسمع التسجيل كله الان هعيد التسجيل من الاول هتسمع التسجيل كله وهتعلم لي على كتابك على الورقة اللي انا عطيتك اياها هذا التمرين وهتخليني اصلح لك اياه ان شاء الله في اول لقاء ما بيننا الانترنت هنبدأ من الاول هنسمع لي مرة واحدة فقط اوكي شكرا لك شكرا لك شكرا لك الآن اتسجل الانترنت الثاني شباب هادا الانترنت صممتلكم اياه على موقع اللي هو زنولي اعرضلكم اياه على الموقع اللي اسمه جوجل كلاسروم على جوجل فورمز عبارة عن امتحان حولت هذا اتسجيل هذا الانترنت إلى كوز شورت كوز لا كوز فانت هتيجي تفتح على الرابط اللي انا هدرجلك اياه في الصفحة هتكتب لي اسمك عنوان البريد الالكتروني انتبعك صح مثلا لو فرضنا انا عنوان البريد الالكتروني انتبعي وبعدين هتكتب اسمك رباعي هتكتب اسمك رباعي هتكتب اسمك رباعي اوكين تكتبوا رباعين كتبتوا ثلاثي وبتكتب الصف مثلا تبعك السابع بالشعبة السابع خمسة مثلا وبعدين بتيجي بتعمله التالي بتعمله التالي هتظهر معك الاسئلة لاحظ الاسئلة تمام هاي السؤال الاول read and circle the correct words the class talked about the of technology في عندك خيارين هتعلملي على الخيار اللي انت شايفه صح تمام الخيار اللي انت شايفه صح اوكي read and circle the correct words برضو انا بكعيد كل فقرة حتلاقيني كل سؤال حتلاقيني بعيد نفس الدباجة هذي عسبت ان افكرك انه انت لازم تقرأ وتعلم على الكلمة الصحيحة نحطط لها سيركل حسب الكتاب لكنها مفروض لا تكونش سيركل مفروض تكون choose لكن حسب الكتاب حطلنا لك سيركل حتجي على الجملة الثانية we will figure how the new pumps work tomorrow هنختار الكلمة الصحيحة وبالتالي حمشي على اخر التمرين هتلاحظ انه هذا التمرين هو نفس التمرين المتوفر يا ابني وين؟ نفس التمرين المتوفر عندك لكن احنا عملناه بنظام امتحان حتى يسهل عليك الحل تمام؟ هتلاقي بعد ما تخلص اجي عندك التمرين اللي بعده انا هحل طبعا التمرين هذا هحله خطأ ما تحل زي انا هحله خطأ او صح يعني ما تعتمدش انه جوابه خطأ او صح انت ما اليك في جوابي اه انا بحله هيك هسبت اني اقدر انتقل للصفحة التالية وارجيك السؤال اللي بعده عملت التالي انه ما بنفع تنتقل للصفحة التالية وفي عندك فرار الان او check the following page لاحظ هي الصفحة complete بقولك السؤال complete the sentences with words from activity 1 احنا الكلمات اسمعناها اكثر من مرة ومحتاجين نختار some of the words and complete the sentences with هتيجي على السؤال الاول نفس السؤال موجود في كتابك لاحظ نفس السؤال I like to listen to that when I'm doing my home work هتيجي انتهى وهتعبي الجواب الجواب الاول انا هعبي لك يا ريديو اوكي الجواب الاول انا هعبي لك يا سوري الجواب الاول هيكون ريديو وبعدين هتيجي للجواب الثاني I want to how this machine works هتحط لي الجواب تبع كان بعدين plants are an فراغ of transport that has changed how we love هتعبي لي اجابتك ها let's frog to the last lesson what did we do on the computer وبعدين هتيجي على الفراغ اللي بعده we had a very interesting for our lesson about ancient civilization انتهى الان التمرين جزئيا الان حتيجي بتقرأ بتلاحظ بدي كل سورة I need you to have a look deep to the following pictures and connect every picture to the sentences that you just complete that you have just complete okay مثلا هاي السورة for example this picture this picture related to any to what example to a example to a sentence to what sentence عندي خمس جمل اللي احنا عرضناهم we just show you five examples and you have completed the five examples or the five sentences every sentence of these is have a picture يعني ع سبيل المثال المثال الاول I like to listen to I like I like to listen to the when I am doing my homework I like to listen to radio أي صورة مناسبة أي صورة حنقول الصورة D أنا حجوابت لك على هذا السؤال تمام هذه الصورة بتناسب مين حتروح بتقول من الخيارات من هان أي جملة 1 2 3 4 5 وبعدين حتنتقل اللي بعدها حتقول هذه الصورة بتناسب أي جملة which sentence حتختار وبعدين هذه الصورة بتناسب appropriate to which sentence and this and this picture appropriate يعني ع سبيل المثال appropriate to sentence 1 حتختار 1 تمام بعد هيك انت الان خلصت الاختبارك حتعمل لي ارسال و and I guess that you will Directly receive your mark على طول حتوخد درجتك تمام اكتب هاي الاسئلة على دفترك اكتب هاي الاسئلة على دفترك هاي الكلمات هي هوم وارك وانا بطلب منك انك تكتبها حتحملها على جوجل كلاسروم بعد ما تحلها حتحملها على جوجل كلاسروم وتجيب لي اياها على الصف ايضا مكتوبة حسن؟ شكرا جدا وانا محسنا على الساعة الانفرية انا محسنا على اساعة الانفرية اعلم انها ليس من المحر انا محسنا لكن احذر انكم ان يكون ايوه ان شاء الله بوعدكم ان المرة الجاية تكون الاسواط حوالي اقل أنا مضطر يعني اليوم في احتفال في المنطقة لكن تسجيل الدرس كان مهم Thank you again أرجوكم هاي الأسئلة حلوها على دفتركم كواجب عشان إن شاء الله في الدرس القادم حننتقل لدرسنا الجديد اللي هو period 3 Thank you very much